هذا وينوي للجيش الامريكي ارسال جنود للعراق الصيف المقبل في طار خطة لاستبدال الوحدات العسكرية الامريكية الموجودة في البلاد وسيتوجه للعراق بداية الصيف الحالي الفريق القتال التابع لللواء الثاني من الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جواً المتمركزة في ولاية نورث كارولينا وبحسب مصادر عسكرية فإن مدة نشر القوات في الشرق الأوسط ستتراوح بين ستة أشهر وثلاثة عشر شهراً